احنا قارين حساب المياه العفينة وقارين حساب المنزلقات والوانحدارات والوطغوط والزناقي والمثالك الريفية الكل ها قارين حساب لكن ما هيش هذيك المحدد في مواقفنا هذيك نحطوها قدامنا نقراوها وناخذوها بعين الاعتبار في تحركاتنا احنا معناش طباوية بالعكس احنا عنا الواقعية انا عمري ما خرجت للتوينسة وحكيت لهم هوليميات كما يحكي هو انا نحكي بالورقة واستيلوب الفلغيسان انا نقرأ وناخل مؤيد واللونه ونفسره وننورك به وبالتالي ماذا بيش كون اللي يجي ناقشني في افكاري بناء على الواقع اللي انا قاعدة نقول فيه بالعكس انا نمشي الى جوهر الامور لكن لاني تقول لي انت تقاطعات مع الاخوينجية مش حية انا عاركتي لولا الساعة لولا مع قيسس عين هو انه يغالط في التوينسة ويهم فيهم انه بشي حاسب الاخوينجية في حين انه هو ما هوش ضد الاخوينجية يعني عاركتي لولا معاه واني اليوم غدوة انا نعمل 100 يوم اعتسام الغضاء بثنين بش نسكر القرارة واخطبوت الجماعيتي مش معركة شخصية معركة اني يلزم منبينلك انه العركة الحقيقية غادي مادامك ما خلصتش البلاد من الاوكار متاع الدمار ومتاع التمويل الاجنبي ومتاع طبيض الاموال مادام لا يؤتمنوا لك جانب ومادام انتي تحب تفك لهم المكينة وتهزها لك انتي بش تطبق مشروع اخذ ليس ببعيد عليهم وبالطالي انا اكبر جزء من المشاكل اللي معاها قيس سعيد هو هذا الجزء الثاني دقيقة الملك اللي ولا توا حقيقة يقلق هو انه اليوم ولا يستبلع فينا عيني عينك يعني انا وليت نحس روحي مواطنة تونسية قراني بورقيبة وقراتني الدولة الوطنية وبن علي ما نحشموش بيه وذلك الكل تجي انتي وقاري القانون كيفي كيفك وربما اكثر منك ومارسته تجي انتي تحب تفهمني اللي انتي قاعد تعمل في مساء القانون تخرج كل يوم في التلفزة وتقول القانون يطبقوا على الجميع انتي دولة امريقا انتي سلطة امريقا انتي سلطة بطبقش القانون وتحب تطبقوا على الجميع تعرف ان هذا الصلح الجزائي انا احكيتوا فيه انتوما شوية ولا لي تعرفوا هذا شنوه هذي هي انت نهب هذي قاضاء بريفي وانتو فيه النهب عبيناس او النهب وين ما هو شو قلت وينسا مش قللهم راوك الاربعة وستين رجل اعمال واللي قالوهم في تقرير عبسة احامر والعبيد واللي تتزكي اي اي الفاسيدون قبل الفين وحداش قالوك بشي خرج فيهم قايمة لكن في بيلكم هذا يا مس حتى انتي اليوم في لطة العماري ما عندكش جريمة وحتى حد ما شكية بيك شكية ولكن السيدتو اليوم يعتبر انو مرورك بقنات اي قنات من القناوات يعتبروه هذي يتصرف عمل وممارسة كان من المفروض انك تتحال على خاطرها وانتي ما تحلتش وما عملو لك حتى قاضية عندك عشرين سنة يعيطلك يبعثلك تبدأ قاعد في الدار يجيك جواب من اللجنة هذي اللي هو عملها عنده يقول كيسي لطفرك انتي خذيت قديش ماك القناة الفلانية اللي هي فلوسها غير مشروعة وبالتالي انتي حققت بسؤال اخير وفا الوقت تقريبا عبر موسي هذي عملية بشي غطي بها عجز حكومته على سعبئة الموارد المالية الضرورية لخلاص القروض ويتسيير الدولة بشي دور ينهب في الناس